يمثل الأفوكادو الفاكهة التي شهدت أسرع نمو خلال السنوات العشرة الأخيرة ففي عام 2021 بلغ الانتاج العالمي 8.8 مليون طن تضعف تلمساحات المزروعة منه أربعة أضعاف في كولومبيا وفي هايتوا في المغرب وفي جمهورية الدومينيك وخمسة مرات في الزيمبابوي وبدأ الانتاج منذ فترة وجزة في بلدين أخرى بسرعة فائقة يترك الثمانون بالمئة من انتاجه في عشر دول ومعظمهم موجه للتصدير وتعد الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا هما المستورد الأول لكن ما الذي ينتج عن التوسع العالمي في انتاج هذه الفاكهة؟ متهم بالإبادة الأيكولوجية المكسيك المنتج الأول للأفوكادو في العالم عبر تدمير الغابات بالحرق والاجتثاث وتهجير السكان الأصليين وصغر الفلاحين وابتلاع مناطق وبلدات بأكملها هكذا أنتج البلد في عام 2021 حوالي 2.5 مليون طن أفوكادو باشتثاث مائة ألف هكتار في عشر سنوات فقط واختثى عشرة ألاف مربي مربية ماشية خلال الثلاث عقود الأخيرة كما ترتبط زرعة الأفوكادو بالاستهلاك الكثيف للمياه في أقليم الشيلي فيتروكا الذي يصدر 60% من أفوكادو الشيلي يستلزم انتاج كيلو أفوكادو واحد 1280 لتر من الماء وقد أدى تطور مزارع كبرى به تدريجيا إلى تشفيف الأنهار وبالرغم من ذلك تستمر زراعته في الإزدهار حتى بلغت سوقه العالمية 14 مليار دولار في 2021 من الذي يقف وراء انتاج تجارة الأفوكادو الغامضة اقرأ دراس أفوكادو الغضب على فوق شبك السيادة